حديثنا اليوم للأسف مع خديجة البضوية ليس عن العيطة ولا عن مواعيدها الفنية حديث ملؤه الشجن لامرأة أتعبها المرد ووهن منها الجسد فباعد بينها وبين فن عاشقته ونهلت منه بشغف على أيدي رواد العيطة ذات سبعينيات من القرن الماضي عادت اليوم إلى منزلها بعد رحلة علاج بالمستشفى الفنان خدم مرأة يعيش ما خدمش معي رائدة العيطة المرساوية خديجة والجت تروب الفني وبلغت الشهرة ودخلت بيوتات مغاربة يعشقون فن العيطة اليوم تجتاز خديجة البضوية محنة صحية وأعيتها تكاليف العناية أي مريض خصو عناية بشي حس هاتميكت كل عناية كي كل مريض مريض ولكن كي حس مسكين وحتى الناس ضايرين به وهذا شوية تترجح فيه فرحة الداخل واخر ما يقتر شوية يقول للناس مجالين بيها أشكر شعب المغربي يقول له لأنه بزفة الناس تصلوا بيها من براه ومن هنا لكتر خيرهم أشكرهم بزفة والحمد لله أحنا غادين شوية بشوية شاية أحمد الله تنتسب شهادات التقدير والاعتراف بين زوايا منزلها تذكر بمصار فنانة رقيقة أنيقة شقت طريقها بصبر وأنات وإبداع أيقونة العيطة تتطلع لأيام أفضل تتغلب فيها على محنة المرد لتواصل مسيرة غناء لا تتقن ولا تعشق غيرها